موسيقى مشاهدين الكرام في كل مكان نحييكم وان نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج ملف خاص في طار التتبع المستمر والعناية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لملف الماء الذي يعيش على وقع وضعية استثنائية تعرف عجزا ملحوظا على مستوى التساقطات وضغطا قويا جدا على الموارد المائية في مختلف جهات المملكة في هذا الإطار الذي يتميز باهتمام ملكي خاص ترأس صاحب الجلال الملك محمد السادس اليوم بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصة لإشكالية الماء وشهدت هذه الجلسة تقديم وزير التجهيز والماء السيد نزار بركة عرضا حول الوضعية المائية والإجراءات المتخذة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لا سيما في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروبي ومياه السقي 2020-2027 كما قدم السيد الوزير بين يدي صاحب الجلالة مخطط العمل الاستعجالي الذي تم إعداده من طرف القطاعات المختصة لمواجهة الوضعية الحالية وضمان توفير المياه الصالحة للشرب لا سيما في المدن والمراكز والقرى التي تعرف عجزا في هذا المورد الحيوي لنتحدث بتفاصيل أكثر يسرونيان ورحبا باسمكم بضيوفي الكرام والبداية مع الدكتور إدريس العيساوي المحلل الاقتصادي أهلا مرحبا بكم أهلا وسهلا شكرا الترحيب موصول أيضا بالأستاذ مصطفى عيساة الخبير في مجال المناخس مصطفى أهلا ومرحبا بكم مرحبا شكرا على استضافة أهلا ومرحبا بكم شكرا لحضوركم معنا إذن مرة أخرى تبرز العناية الملكية بمورد حيوي للأسف نعرف فيه خصاصا كبير لا على مستوى تساقطات المطرية أو حتى على مستوى الثروة المائية من مياه جوفية وأيضا امتلاء السدود إلى غير ذلك وبالتالي هناك مخطط وطني تم وضعه هناك جلسات عمل ترأسها صاحب الجلالة في أوقات سابقة وهناك ميزانية مالية وصلت لمائة وثلاثة وأربعين مليار درهم من أجل تنفيذ الخطط الاستعجالية وأيضا المشاريع بعيدة المدى اليوم هذه العناية تبرز أهمية هذا الملف كأولوية فيما يخص عمل الحكومة في الأيام المقبلة بجذلية الماء أو إشكالية الماء والتعامل مع حسدريس هذا بكل تأكيد أهمية بالغة الأهمية بالغة الخطورة حيث أن المملكة المغربية تطرحها الآن على رأس أولويتها فلا يمكن أن نتحدث عن الماء اليوم من دون أن على الأقل نستشفى أهميتها وأهميتها بالنسبة للتغذية بالنسبة للزراعة خصوصا وأن الزراعة تستهلكوا أكثر من 90% من الموارد المائية ولكن أهم شيء هي أن المغرب استيقظ لهذه العملية منذ مدة واتخذ مصارا إصلاحيا مهما في المجال الزراعي هناك استعمال السقي بالرأي بالتنقيط هناك كذلك تسفية مياه البحر هناك كذلك تحويل المياه من بعض المناطق التي تتوفر على كمية هائلة من المياه لمناطق أخرى التي لا تتوفر عليها فهذا كله يتطلب أموال طائلة ولكن أهم شيء في هذه العملية هو الوعي الوعي بأهمية الموضوع بخطورته وهذا ما قاله صاحب الجلالة وهذا ما قالته الحكومة ويحاول دائما أن يبلغ المواطنين بضرورة اعتماد هذه المقاربات الجديدة ما هي الجديدة؟ هي التي لا تعتمد فقط على أن الماء موجود وممكن استعماله هنا أو هناك بل على أننا يجب علينا أن نبني مستقبلنا بأيدينا طبعا السيادة المائية وهذا يعني اليوم ربما هاجس بالنسبة للمملكة المغربية في الاستراتيجيات المعتمدة ولعل أبرزها أكيد المخطط الوطني للماء 2027 من بين الرسائل التي كانت واضحة خلال جلسة العمل التي حضرها عدد من المسؤولين وخاصة المعنيين بشكل مباشر بقطاع الماء بعيدا عن العروض التي قدمها السيد الوزير نزار بركة كان هناك توجيهات ملكية سامية باعتماد تواصل شفاف ومنتظم تجاه هذا المورد الحيوي وعقلنت وتدبير استغلاله وأيضا التحذير من التهاون في التبذير الخاص بالماء ولعله ذات الكلام الذي قيله من طرف جلالة المال في افتتاح البرلمان أنه لا تهاون فيما يخص هذا المورد الطبيعي هل بالفعل اليوم وصلنا لتلك المرحلة التي فيها وعي تام لن أقول فقط من المواطنين ولكن أيضا من جميع القطاعات المعنية بالأمر بأن هذا المورد الطبيعي الحيوي نعيش فيه ليس فقط ندرة ولكن إجهاد وأن ناقص الخطر لابد أن يدق وأتذكر تحديدا كلام السيد الوزير أنه قال في الثامن عشر من دجمبر كانت الدار البيضاء والرباط ستعاني من خصاص مهول فيما يخص مياه الصالحة للشرب لو لا النجاح في طرق السيارة أو الربط بين الأحواض المائية نعم في السياق هذه الأحداث المرتبطة بالإجهاد المائي الغير المسبوق التي أعرفته المملكة والذي له تداعيات موضوعية وتداعيات لها ارتباط باستراتيجية الوطنية للماء السياق ذكرته منذ خطاب صاحب الجلالة في البرضامان والجلسة الحكومية التي يجمع جميع القطاعات من أجل برمجة 143 مليار كملف استعجالي ونهنا بدأ دق ناقص الخطر بأننا انتهت مرحل الترف المائي ويجيب البحث على المياه الغير الاعتيادية إذ شح المياه دي السلود للوصلات كان عدنا نصول 14 مليار 36 مليار متركيب ونهنا نصول 5 مليار متركيب في حين أننا عدنا تصاعد نمو ديموغرافي كان عدنا وثيرة تطور صناعي وثيرة تطور على مستوى القطاع الفلاحي وتنوع المجال الفلاحي مما يتطلب سياسة مائية جديدة تتأقلم مع الوضعية المقلقة لشح المياه تكلمنا عن استنزاف المياه الاستراتيجية الجوفية لأصبحت اليوم في مستوى غير مسبوق نتكلم عن حالة السدود حتى السدود التي هي تعتبر سدود كبرى فحقينة هالة السعب إلى التلوتين بحكم الشيخوخة دي السدود بحكم الأوحال إلى غير ذلك 23% تقريبا نسبة ملء السدود وبعض السدود التي نتحدث عن نسب مئوية ما في الملء مياهها غير فيها الأوحال نعم وهنا نتكلم الآن الميلف استراتيجي أصبح بيد جلالة الملك من أجل التتبع وخلق هذه اللجنة لليقضى لأن المسألة أصبحت مسألة أمن قومي للمغرب يهديد السيلم كان تكلمه على 18 ديجنبير كان حد فاصل من أجل قطع المياه على منطقة ديال الدار بضاء وربط لك فيها 12 مليون نسمة ولولا الربط المائي ديال المشروع الاستراتيجي ديالربط حوض أبير قراق بحوض سابو لكنا سنعيشوا موجة العطاش في داخل المدن ناهيك عن التأخر الذي سجله المجلس على الحسابات في إنجاز مثل هذه المشاريع الاستراتيجية إذا اليوم ما بقاش عندنا الخيار أن نتأخر في أي ورح من القوراش هذا المجلس الأعلى غير معني هو بالتطبيق نعم فهنا اليوم خص تضاف الجهود من أجل الحلول الاستعجالية ربما سنصل إلى نقل المياه عبر البواخر إلى مناطق معينة التي ستعرف قطع المياه لها نعم إذن قبل أن نصل إلى هذه الحالات ونتمنى أن تكون هناك أمطار هذه السنة لتصل نسبة السدود إلى حالة الملء التي يمكنها أن تطمئن السياسة المائية خلال السنتين حتى نحقق الأوراش ديال المتوسطة المادة إذن ما حطت تحلية مياه البحر في طور الإنجاز على مستوى السواحل المدن الساحلية من أجل تغطية أزيد من 12 مدينة كبرى وهذا سيكون في أفق 2027 لكن ما بين 2014 و2026 ماذا سنة فعلا؟ هناك احتياجات حقيقية لمياه وجب تدخل سريع لجميع القطاعات من أجل خلق توازن في مبيل العرض والطلب فيما يخص المياه نعم وهناك جاءت تعليمات الملكية السامية خلال جلسة العمل أستاذ الدريس والتي كان فيها تسريع وطيرة إنجاز الأوراش المبارمجة نعلم أن اليوم في قانون المالية والميزانية التي اعتمدت لوزارة الماء هناك مجموعة من السدود التي سينتهي فيها العمل هناك منتهى فيها العمل هناك أيضا سدود أخرى لا زال العمل جاريا فيها ويترقب أن تكون جاهزة للعمل خلال السنوات القليلة المقبلة هناك أيضا مشاريع الربط بين الأحواض كما عطينا المثال بسبو أبرقراق أم الربيع وهناك برنامج وطني أيضا لإنشاء محطات خاصة بتحلية مياه البحر بالإضافة إلى إعادة استخدام المياه المعالجة وبرنامج يحث على الاقتصاد في استخدام هذا المورد الحيوي سوى تعلق الأمر بالماء الصالح للشرب أو بمياه الرئي أو السقي هذه التوجيهات اليوم تأتي تزامنا مع مضي الحكومة قدما والوزارة الوصية في إنجاز هذه المشاريع ولكن الهاجس الأكبر يبقى أن مثلا جهة كالدار البيضاء الكبرى المحطة التحلية المياه التي ستنجز بغضون 2027 حسب السيد نزار بركة ستنتج لنا 200 مليون متر مكعب على أن تزداد النسبة بعد ذلك بسنة ربما 100 مليون إلى غير ذلك الهدف الأسمى هو أن نوفر مليار و 400 مليون متر مكعب ماء سنويا ولكن هذه أهداف قد تكون في إطار ما هو متوسط المدى وهناك أهداف أخرى بعيدة المدى فيما يخص الواقع الحالي هل ترى بأن هذا المخطط الاستعجالي قد يقين شر؟ لا سمح الله أن يكون هناك خصاص لا على مستوى مياه الصالحة للشرب أو حتى على مستوى مياه الصالحة أنا لا أعتقد ذلك أن صراحة ما الدولة تقوم به الآن تحت الرعاية المباشرة للمسؤولين في الوزرات وكذلك تحت الرعاية صاحب الجلدة هي عمل ضروري للتأكيد على أن المياه هي ملك للجميع وليست ملكا لأحد أو لشخص أو لطرف معين ملك الجميع يعني أننا علينا أن نتعامل معها بكثير من المحافظة ونحافظ كذلك على قلتها بالطريقة التي نتحدث عنها الآن تحدثنا عن تصفية مياه البحر كيف جاءت مسألة تصفية مياه البحر؟ تحلية مياه البحر هذه عملية تمكن المغرب أن يقوم بها بفضل تقنية مهمة جدا ألا وهي الشراكة بين القطع العام والقطع الخاص أن الدولة تأتي بجزء من المال والمواطنين والمواطنات اللي هم مزارعين مثلا في بعض الأحيان أكثر الأحيان وهم اللي يسهموا بالطرف الآخر فبالتالي تصفية مياه تحلية مياه البحر تصبح ورشا وطنيا قويا كبيرا الذي سيكفي المدن المغربية من هذه الإشكالية وسيقيها من هذه الإشكالية والدليل أنه يعني وتحدثت عن القطع الخاص يبرز المشروع الأخضر بالنسبة المكتب الشريف للفوسفات بقيمة تصل لتقريبا 12 مليار دولار وبدأت تحلية مياه البحر واليوم يعني وفقا للحكومة للوزارة الوصية أن مثلا جهة آسفي تذهب إلى الاكتفاء الجديدة كذلك ومثال ولكن ستكون لها دور تعاضدي مع الدار البيضاء بمساعدتها على ضمان اكتفائها الذاتي فيما يخص الماء بمعنى أن هذه الخطوات لم تبقى حبر على ورق بل هي واقع معاش اليوم أنا أعتقد بأن هذه كلها مشاريع على المغاربة أن يقوموا بها وكل على كل حال السلطات تقوموا بما يجب أن تقوموا به ولكن أهم شيء قلته قبل قليل وهو المواب والتواصل المباشر والشفاف مع المواطنات المواطنين علينا أن نقول لهم بأن هذه حمراء هذه خضراء هذه بيضاء إلى آخره فبتالي هذا التفسير وهذا التواصل المباشر الشفاف والمعقول يمكن القطاع المائي من الاشتغال بكثير من الطمأنينة وأعتقد بأنه ما تم الاتفاق عليه هي أن يستمر العمل بهذه الطريقة خصوصاً وأن المغرب داخل على مجموعة من التحديات سينظموا تظاهرات كبرى 2025 عندنا بطولة إفريقية 2030 بطولة عالمية لكورة القدم فكيف تريد أن نتعامل مع هذه العوائد هذه التواريخ بطريقة بسيطة من دون أن أخذ بعين الأتبار هذه المسألة ما قلته من قبل وهو تحويل المياه من مناطق إلى أخرى هذه من الحضوة من الحضوات ديال الدولة المغربية أن مواردها المائية داخل حدودها الجغرافية هذه رمس ألة ليست بسيطة أنه ما أنش إشكالات ديال أن عندنا المياه موجودة في الدولة الفلانية ويعلينا أن نتفاوض مع تلك الدولة أثلا ما يحدث في مصر يعني دول المصاب بالنسبة لنهر النيل تقع في أفريقيا في بعض الدول فعلا ولكن أو المنبع والمصاب يمر بالسودان وصولا إلى مصر فسد النهضة في أثيوبيا خلق كثير من الإشكالية فعلا فأنا أعتقد بأنه بما أننا لن نكون رهنين لأحد صراحة هذا ولأن حروب الغد ستكون حروب المياه معروفة هذه وكل دراسة استراتيجية الموجودة الآن تقول بأن الحروب الجديدة الحروب القرن الـ 21 ستكون على المياه وعلى التكنولوجية الحديثة وعندما قلنا ملف سد النهضة في أثيوبيا لدينا استرعات في الشرق الأوسط ما بين إسرائيل ودور الطوق مع سوريا مع نهر الأردن وغيرها من البحيرة الطبرية وغيرها من المصادر التي لها علاقة بالمياه لنعود إلى ما كان أيضا من تفاصيل في هذه الجلسة وخلال ذلك كان هناك تقديم عرض من طرف سيد نزار بركة تحدث على مستوى التساقطات التي اليوم نصل 22.3% في المقابل كانت تفوق 30% في نفس الوقت من السنة الماضية وإن كان الحديث اليوم وجلسة العمل تتزامن مع تساقطات مطرية تشهدها مجموعة من الأقالين داخل المملكة المغربية لا نعلم كم ستكون كمية هذه التساقطات ولكن على الأقل هو أمر مبشر بطريقة أو بأخرى عجز السدود أيضا قلنا النسبة وصلت من 23.2% هذه السنة كانت أكثر من 31.5% في السنة الماضية هل اليوم السياسة الموضوعة والإجراءات التي تم اتخاذها تفصلنا تماما عن التساقطات المطرية ليكون التعامل مع أسوأ الفرضيات التي يمكن أن تسجلها هذه السنة بغض النظر عن الماء صالح للشرب مياه السقي والري نسبة ملء السدود كل هذه الأمور المحيطة باستراتيجية المملكة في تعاملها مع هذا المورد الحيوي نعم الأمن استراتيجي المائي يتطلب توقع السيناريو الأسوأ هو نقص شديد في المياه التي يدية مياه الأمطار تغطية الخصاص الآن السيناريوات مفتوحة السيناريو تحلية مياه البحر واجبت تسريع في هذه المحطات وصل اليوم وصلت التكلفة إلى 4 ومص ديال الدراهيم اللي كانت منها ديال الدراهيم بحكم استعمال الطاقة الريحية والمحطة ديال الداخلة هي من المحطة الرائدة اللي غد زود قطعات زراعية مهمة بالمياه ديال السقي وكذلك الساكنة بالمياه الصالحة للشرب توقف أغادير نعم عتقات بما معناها بالدرجة عتقات المنطقة بشكل كبير هذا الخيار استراتيجي كيتبه خيار ديال إعادة معالجة المياه العديمة نعم لإستغلالها في المجال الري وكذلك المجال الصناعي اليوم محطة مهمة بمدينة الرباط اللي تنجزات على مستوى السلاو وعلى مستوى الصخيرات تغطي جميع المساحة الخضراء وستكفي لجميع التدخلات الصناعية على مستوى هذه المنطقة إن هذه الأوراش وجب الآن التحرك فيها لكأننا كنت تكلموا الآن لسنوات على الاقتصاد الدائري هذا الاقتصاد الدائري هو الذي يساهم في التقليص من إهدار التروة المائية كنت تكلموا كذلك على التحول في المصار ديالنا الفلاحي ما بقاش عدنا خيار باش نمشيوا إلى زراعات مستنزفة للمياه كنت تكلموا على أصناف تعد ب لفوكا والدلاح وغيرها نعم أصناف اللي اليوم كتستهلك الأطنان ديال المياه من أجل إنتاج واحد المنتوج لا يشكل الأساسيات ديال الغداء المغربي إذا اليوم خلصنا نمشي أو حتى سمحت لليل يا سعي سعد حتى ما يمكن أن يوجه للتصدير إن كان سيكون على حساب الأمن المائي نعم اليوم هذا خط أحمر أصبح وجب التدخل فيه وآخر ما جاء به مؤتمر دبي المناخ تخصيص الدعم للتكنولوجيات الزراعية الدكية مع المناخ لأن هذا الشح المائي يقيص العديد من الدول الإقليمية كنت تكلموا على المغرب كنت تكلموا على دول جنوب الصحراء كنت تكلموا كذلك على الدول في الخليج إذا اليوم التفكير العالمي والتضامن العالمي يتجه نحو كيف نقلل من استنزافنا لهذه المياه وكيف نحافظ على هذه التروة وكيف نحقق العدالة المائية مشروع ربط للأنابيب اليوم خلص يمشي في السرعة القصوى لكي نربط الآن حوض أم ربيع بتنسيف لتزويد منطقة الحوز وهي منطقة استراتيجية مهددة هي الأحرابي سياحيا وكذلك اقتصاديا ونتكلم على أوراش كبرى ستعرفها المملكة من أجل تحقيق العدالة المائية نتكلم عن ثلاثة مساوية دير استعمال الماء المياه الصالح للشرب كيشكل واحد خمستاش في المائة المياه الصناعي مع المياه دير الزراعة كيشكل واحد خمسة وتمانين في المائة مع التقلصات ربما القطاع الفلاحي سيقول لكي نتكلم على أخمسة وتمانين في المائة كي يتكلم وزير الفلاحة اليوم الآن الزراعة السقوية يا الله عشرين في المائة فيها اللي بدأت هذا الموسم هذا بحكم تقلص دي المياه السدود إلى غير ذلك إذا نحن اليوم حتى على مستوى تزويد الأسواق تزويد الأسواق الخارجية لأن هناك مصدرين عندهم عقود مع أسواق خارجية ستتأثر هذه السياسات الفلاحية فيما يخص التدبير ديالها على المستوى الآن إذن ما بقاش عندنا خيار باش نمشيه بنفس الوثيرة ديال الترف المائي اللي عشناه لسنوات اليوم صاحب الجلال لما تكلم على سياسات الوضوح مع المواطنين رغم ما بقاش عندنا خيار باش نخبيه هاد الإشكالات المائية باش نوصلوا للحائط لو انطلقنا في سياسات الروض المائي بالأحوض كنا نضيع المليارات ديال أمطار المكعبة ديال حوض اللوكوس التي تصبح في البحر في نهاية المطار ومناطق شاسعة تحتاج مياه للسقي تحتاج مياه لصالح للشرط تحتاج مياه في تدخلاتها الصناعية كانت بعيدة عن هاد الوالدات المائية بالإضافة إلى ذلك كان هناك للأسف تأخر في إنجاز بعض المشاريع التي كانت مسطرة مسبقا فيما يخص بناء السدود الكبرى المتوسطة أو حتى الصغرى في بعض المناطق كسب المنصور ديبي في الشمال مثلا والتي أهدرت علينا وقت ثمين وثمين جدا في على الأقل إثراء مصادرنا وأيضا احتياط المملكة فيما يخص المياه هناك من بين الحلول التي يتم استخدامها أيضا المحطات التحلية المتنقلة وهذه الأخرى تلعب دور هام وهام جدا اليوم لا أعتقد أن هناك إشكال فيما يخص الفاتورة المالية التي قد تكلفها تحلية مياه البحر أو استصلاح ومعالجة المياه العادمة أو حتى الطرق السيارة المائية والربط بين الأحواض المائية تبقى الأمور وفقا لأولويات لحل بعض الإشكالات إذا قلنا مثلا محطة تحلية المياه في أسف توفر 60% تدعم المنطقة الجديدة كذلك ومثال مستقبلا أيضا ستكون مزود أساسي للدار البيضاء ولكن هناك خصاص في بعض المناطق التي قد يكون من بين الوسائل وهل تتفق معي السيدريس محطات تحلية المياه وفي حال كان هناك عجز ما كما حدث السنة الماضية مثلا صهريج المياه التي كانت تصل لدعم مناطق قروية نائية داخل المملكة هذه حلول كان المغرب جربها في كثير من الحالات ونتذكر جميعا على أنه مثل منطقة طنجة طوان الحسيمة كانت تعوزها المياه الإشكال اليوم في الحسيمة هناك إشكالية كبيرة الإشكالية كانت مطروحة فهذا يفدك الحين المغرب اتخذ قرارا حكيما أنه ينقل المياه ببواخر من ناحية آسافي إلى منطقة الشمال وهذه المياه يتم وضعها في صهريج واحتى في بعض المناطق التي تمكن من استعمالها بطريقة آلية لدول إشكال لبلكين وأنه معناش تزويد للمصادر المائية بطريقة طبيعية عليك أن تبحث عن المصادر وأن تحولها بيدك فهذه المسألة هذه موجودة وأعتقد بأن الإشكال لكين وأنه البرمجة المالية تمت في إطار تهيئ لمشروع ميزانية 2024 حتى الـ 2027 تم التفكير فيها ووضعت لها الخطط المالية الناجعة فأنا أعتقد بأنه من هذه الناحية هذه لن يكون مشكلا كبيرا لما يترقص الملك بنفس الجماعات فهذا يعني بأنه أعطاء إشارة قوية على أن هذا المشروع له أولوية مهمة جدا أكثر من جلسة عمل نصف خطاب افتتاح البرلمان اليوم هناك اهتمام وهناك دقل ناقوس الخطر أنه على سلطة في البلاد فعلا تاريخيا معروف أن الملف المائي دائما كان فيه تدخل ملكي نحن كنا صباقين في المنطقة بسياسة السدود في عهد الراحل الحسن الثاني واللي كانت عندنا الوفرة المائية أنا داك ومن كان يتخيل بأن النظرة التاقبة للراحل الحسن الثاني كانت ترمو تأمين 30 سنة القادمة للمملكة المغربية في وقت كان البعض يستهزئ لماذا المغرب يذهب إلى بناء السدود؟ نعم موضوع أخرى بالجوار كانت مشاة للتصنيع إلى غير ذلك فهذا التوجه الستراتيجي لأن السياسة المائية كانت دائما تأخذ البعد الأمني لأنها تؤمن الأمن الغدائي للمغاربة بالحديث عن السدود هناك مشاريع لتقريباً عشرين ست متوقع أن توفر احتياطي للمملكة ما يقارب 6.6 مليار متر مكعب من المياه على الأغلى الصالحة للشرب يبشر بالخير نوعاً ما رقم مهول نعم سياسة السدود رغم بعض الخبراء يقول لك لماذا نجي السدود إذا كانت الأمطار وشح المياه إلى غير ذلك؟ لا فخيارة السدود حينما يجي واحد الموسم مطير وكتكون السدود سياسة الملء على مستويات كتضمنك 3-4 سنوات اللي كتجي من بعد اللي كتكون مرتبطة بسنوات الجفاف ثانياً السدود تشكيل إنتاج مهم ديال الطاقة النظيفة ونحن نتكلم عن التوجه المغربي فيما يخص الطاقات المتجددة الطاقات الهيدروليكية الريحية إلى ذلك للوصول إلى 2030 إلى مستوى 50% من الطاقات المتجددة وبالتالي تحرير الاقتصاد الوطني المنهك باستيراد كميات مهمة من الطاقة عن طريق الطاقة الأحفورية التي تشكيل عبء على ميزال الأداءات وبالتالي هذا التحرر اللي غريب شي فيه المغرب في ثلاثة المستويات ديال الطاقة الهيدروليكية على مستوى السدود لغة الإنجاز ذيالها الصغرى والتلية وكذلك السدود الكبرى لناهيك عن الخيار ديال الطاقة الهيدروجينية اللي مرتبطة كذلك بتحلية مياه البحر يعني هناك ورش مفتوح كل الندوات اللي كانت في قمة المناخ كان فيها المعادلة ديال السياسة المائية والسياسة الطاقية في التقائية تامة لتحقيق ما يسمى الاقتصاد الدائري والاقتصاد المستدام الذي يمكن أن يعطينا أقل تكلفة على مستوى الاقتصادات ديال المنطقة جميل والحديث دائما عن أن أساس المشكلة اليوم هو عالم جديد فيه التغييرات المناخية تلعب دورا محوريا فيه ظاهرة الاحتباس الحراري التي تنتشر أفوان ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى غير ذلك اليوم ماينما هو طبيعي وبشري هل نحن وضعنا اليد على الجرح وهذا المخطط الوطني سيمكننا من تفادي ما هو أسوأ مراعاة لما يحدث اليوم من متغيرات على مستوى الطبيعة بالتغييرات المناخية طبعا ولكن في نفس الوقت على مستوى القطاعات المتداخلة لأن الماء لا يعني مثلا وزارة بعينها ولكن كما تفضل لسات هناك بين الصناعة لدينا الري للفلاحة لدينا المساحات الخضراء لدينا أمور كثيرة جدا لها علاقة بهذا المورد ومساحة مثلا هناك تداخل لمجموعة من القطاعات وربما الصورة التي نشاهدها ليس فقط وزير المياهة وزير المالية وزير الداخلية هناك وزير المتداخل المالي هناك وزير الفلاحة هناك وزير الداخلية هناك مدير المكتب الوطن الكهرباء والماء يعني كل هذه الأطراف المتداخلة حاضرة في هذه الجلسة لأن بالفعل هناك الالتقائية شر لا بد منه في التعامل مع هذا الملاحة هذه الالتقائية هي النقطة الأساسية التي نشتغل عليها دائما فأعتقد لما يترأى الصحيب الجلالة هذا الجماع ويطلب الكلمة من نظار بركاء أو وزير المالية أو وزير الداخلية فهذا يعني بأن الدولة تعلم جيدا على أن القطاع الصناعي القطاع الفلاحي يتطلب تدخلا سريعا وتنصيقا كبيرا من أجل هذه الالتقائية التي نتحدث عنها كان مذكرات من وزير الداخلية للجماعات والتراضية وغيرها فيما يخص الاقتصاد هذه كلها لا يمكن أن تنجح أي مشروع في بلد مؤين إن لم يكن لك المياه موجودة أنا لا أريد أن أعطي أمثلة بدول أخرى في أوروبا وتعيش اليوم شحا في المياه بل تعيش في بعض المناطق هناك مناطق تم يعني اكتسحتها المياه مياه التي جرفتها الفيضانات ولكن في تحت الأرض هناك نيران ما زالت تشتعل تحت ذلك فأنا أعتقد بأنه كل هذه المبادرات هي مبادرات تم الاعتماد عليها من أجل أن نتجنب كل الإشكالات التي نتحدث عنها المملكة المغربية من الدول التي استفقت في وقت معين وقالت بأننا علينا أن نكون في أوائل الدول الذين قادرين على أن يطرحوا هذه الحلول وهذه الحلول هي موجودة الآن تحدثنا عنها في البرلمان في غير البرلمان في المدارس لأنها تشيرها موجودة احتفى النصص التي تعطى للتلاميذ المناهج الدراسية موجودة كذلك مطروحة بشكل كبير أنا أقول مسألة أخرى هناك اجتماع دير دافوس حاليا من أهم التوصيات التي خرجت عن دافوس وهي العناية بالطبيعة العناية بالتقلبات المناخية التي ستكون من أهم وأخطر التحديات التي سيتعيشها طبقها مؤتمر المناخ في دبي والذي خصص صندوق للمخاطر بـ 40 مليار دولار ولكن هل ستلتزم بالدول بهذا؟ هذا إشكالية دائما صحيح في ذات الإطار أستاذ مصطفى عيسات يعني كان هناك مجموعة من المحاذير وتصريحات التي تخرج عن سياسيين عن مسؤولين مثلا عمدة الدار البيضاء والحديث عن العطش السيد نيزر باركا ما قبل الثامن عشر من دجمبر هذه التصريحات التي يتم إعطاؤها لوسائل الإعلام وتدولها المغاربة ويناقشونها هل هي كافية فقط ككلام وشرح للوضعية أم أننا ربما لا نحس ونشعر بقيمة هذا المورد الحيوي الذي هو مقدس عند المغاربة وعند الشعوب العالم أجمع ولكن ما بين القدسية والتعامل معه بطرف هنا تبرز الإشكالية متى سنعي كل الوعي أن اليوم الكل مسؤول عن هذا المورد وهل يمكن أن تكون إجراءات استثنائية كخفض صبيب المياه كقطعه في بعض الساعات أعرف أنك لست مسؤول ولكن بالنظر إلى كل المعطيات المتوفرة اليوم هل سنصل إلى هذه المرحلة؟ نعم اليوم الندرة المائية هي إشكال أصبح هيكالي كنا نتكلم عنه كفرضيات واستراتيجية مستقبلية هذه عشرين سنة لكن اليوم أصبح واقعا معاشا بحكم عدم اتخاذ إجراءات المرتبطة بقيمة باريس للحياد الكربوني الدول العظمى سنعرف أن تخلفت على الالتزامات بيعودها في التخلص من الوقت العحوري بنسبة 50% إذن هناك ارتباطات اقتصادية لا يهمها الوضع البيئي العالمي لما كانوا وصلوا لعام الفارض في الصيف إلى 48 درجة حراف الشيشاوة إلى 51 درجة حراف أقادية غير مسبوقة غير مسبوقة وكننا من ضمن عشر الدول العواصم التي كانت فيها درجة حرارة جدا مرتفعة إذن ارتباط درجة الحرارة كانت تبخر دي المياه والاحتياطات دي المياه السطحية يشكل إشكال حقيقي بما يتطلب التسريع بكل استراتيجيات المتعلقة بالماء الوعي وهنا الحكومة كانت واضحة خرجت الميلف بكل واقعية صاحب الجلالة تكلم بكل حزم في خطاب دي المجلس المستشاري في الفاتحة تحت دورة الشريعية عن ضرورة لا تهاون لا تهاون فيما يخص سيادة المائية بالمملكة المغربية وبالتالي ما تخصيص هذه الميزانية المهمة وتسريع بهذه الأوراش وكذلك الدعوة إلى سياسة دي التوعية ومع الزجر القانوني مذكرة وزير الداخل لكل من الولاة والعمال فيما يخص توقيف زراعة البطيخ في كل منزاقورة والماطق التي تعاني من شوح المياه كذلك مراقبة الآن الآبار والغير المرخصة لتستنزف المياه الجوفية هنا نعودة لشرطة المياه نعم شرطة المياه ونتكلم الآن على عودة المجلس الأعلى للماء كمؤسسة بإمكانها أن تضع الاستراتيجيات المستقبلية نبقى شعدنا اليوم أننا نبحثوا على من أضاع الفرصة على المغاربة في الربط دي الأنابيب وخلنا هذا الميلف عشر سنوات محبوص وخد ستورنا ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة نعم نعم وحتى وإن ذهبت وتقعدت من منصبك فأنت لست بم هناك نتكلمه على ميلف ما يخضعش المزايدة السياسية أكيد أبدا أبدا فيه إجمع وضني يخضع إلى مستقبل المغاربة وبالتالي الجميع الطاقة منخلطة فيه جميع الكفاءات منخلطة فيه من أجل أن تتحقق السيادة الأمنية لها البلد نتكلم اليوم عن استعمال التكنولوجيات الحديدة فيما يخص الزراعة استمطار نعم وكان هناك تقنيات بالطاقة الشمسية استعملت في بعض المناطق وهي اختراعة محلية مغربية لتوفير المياه عن طريق الألواح الشمسية وهذه التقنيات اليوم وجب تعميمها في مناطق تعريف الوفرة ديال الشمس وتعريف قلة ديال المياه هناك بعض الأسبدة أيضا البحث العلمي أسبدة التي بدورها إن كانت النبتة تريد أن تستغل مثلا كذلتر معين من الماء فهي تساعدها على استغلال أقل نسب من الماء وحتى الزراعات التي نرى فيها اليوم الزراعات الأفقية اليوم استبدلت بالزراعات العمودية الأقل استنزافة للمياه أصبحت التكنولوجيا الآن تستعمل السقي الموضعي إذا اليوم الربط ما بين التكوين المهاني والمؤسسات الهندسة والقطاع الفلاحي والقطاع الطاقي يمكن أن يؤسس مستقبل سياسة مستدامة وتنمية مستدامة فيما يخص القطاع الفلاحي والقطاع الاقتصادي المرتبط بالقطاع المائي نحن نتكلم دائما عن معدلة النمو مرتبطة بالتساقطات المطارية هذا الإشكال وازب أن يزول اليوم بالذهاب إلى المياه الغالي اعتيادية بالذهاب إلى التكنولوجيا الحديثة بالذهاب إلى تأمين الزراعات الأساسية رح نبدلنا زراعة الزيوت في مناطق الشمال بزراعة الفارولة وزراعة الموز هل اليوم الزيوت الوصلت لأعلى مستوياتها في أثمانها لنفى خصاص إذا اليوم خصنا نعمل واحد سياسة تنتبه إلى هذا الخصاص لمهويل الذي تعرفه الموارد المائية وكذلك نتوجه إلى قطاعات فلاحية منتجة تؤمن الغداء للمغاربة مع التقلبات الدولية اليوم كان عرفه حرب أوكرانيا كان عرفه واحد دول لتغييرات تغييرات أوضاع الجيوستراتيجية وبالتالي موارد الحبوب وموارد القمح وموارد الزيوت إلى غير ذلك مهددة علينا أن نفكر في التوازنات الماكرو اقتصادية المرتبطة بالسياسة المائية ولن ننسى أن المغرب هو يوجه جهوده حتى يتحقيق الأمن المائي على المستوى الإفريقي في حضوره في لجنة الأمن والسلم في إفريقيا ووضع استراتيجية ومختطة في هذا التوجه نعم أستاذ دريس يعني في نفس الوقت نحن نناقش اليوم الإجراءات المتخذة نناقش التساقطات المطرية نناقش نسب ملء السدود نناقش معالجة المياه العادمة ولكن نمر مرور الكرام على الثروة التي كانت لدينا من مياه جوفية اليوم الفرشة المائية تستنزف اليوم لماذا مثلا يكون هناك عدد كبير جدا من المناطق التي تحفر فيها أبار غير قانونية أو غير مرخصة وقد ازدهرت هذه المسألة فيما يخص حفر الأبار هناك دور منوط أيضا بالحكومة بالمسؤولين بالجهات الوصية على هذه القطاعات كانت ترابية محلية إلى غير ذلك كانت على مستوى المركز أن تقوم بدورها للحفاظ على ما تبقى على الأقل من المياه الجوفية التي تستخدم هي الأخرى في الري تستخدم هي الأخرى في الشرب إلى غير ذلك هذا المورد أيضا ما تبقى لدينا وما هي ثروة طبيعية شئنا أبين فإذا كانت الأمور لديها علاقة بالأجراء لديها علاقة بالردع لديها علاقة بالرقابة لماذا لا نكون حاسمين صارمين في هذا المجال أعتقد بأن هناك الوكالات الجهوية للأحوال المائية هذا هو دورها وتقوم به في الكثير من الأحيان ربما في بعض الحالات لا نجد هذه الوكالات تشتغلوا بالصرامة الضرورية التي علينا أن نقوم به لكن بعد هذه الاجتماعات التي نرى الآن بعد هذه العمليات التوعوية التي يقوم بها صاحب الجلالة والوزراء وكل مسؤولين على الدولة المغربية هل يمكن أن ننتظر غدا بأنه بعض الواحات مثلا قل نعطيك مثال هناك واحات التي كانت تشكو من الجفاف ماذا كان يفعلوا أصحاب المال في الجنوب الشرقي مثلا أصبحت أطلال يعني بعد أن كانت تنمي الحياة بجانب واحة وتنمو شجار الثمور وغيرها كل شيء شارع لنا يعني البئر يتتم استنزاف الماء الجوفي واستعماله في سقي الطماطم في سقي البطيخ في سقي الدلاع إلى آخره وهذه مواضيع مسائل التي هي إجرامية عن المواطن أن يقوم بزجرها بسرعة كبيرة وأعتقد أن هناك الدور المهم لدى السلطات المحلية التي عليها أن تقوم كذلك بهذا العمل إلى جانب هذه الوكالات للأحواض المائية التي عليها أن تقوم بهذا الدور وأن تقوي من إمكانياتها من طريقة مراقبتها لحفر الآبار وكذلك مراقبة مستوى المياه الجوية يعني أن نحافظ على مستواها حتى تبقى صالحة للاستعمال كلما أردنا أن نستعملها بشكل مباشر جميل فيما يخص دائما وأبدا هناك شيء مهم للدكرة الأستاذ الكاري مهمة يفص الجريم البيئي المتاق الوطني للتنمية المستدامة كنا ناضلنا من أجل أن تسترقوانين التي تجرم مجموعة الجرائم البيئية من بينها تلويت المياه بالمواد الخطيرة صناعية أخرى كانت مجموعة الوديان التي تلوتت بمياه صناعية وقع نفوق الأسماك إلى غير ذلك وما يكونش تحقيق وبتابعة شفنا المياه البحر محيط في طانجا كيف تحولت إلى اللون الأحمر وقيل أن كان فيها مجموعة من المواد شيء نوع من السباغة التي تستعمل بعد مصانع هذه اليوم هذا الجريم البيئي لأن تلويت المياه بمواد سامة يؤثر على جميع المناحي للحياة إلى وصل الماء كانت تكلمها على النطرات ومواد التي تخرج من العصارة للنفايات وكان لدينا نضال لسنوات من أجل إزالة المحطات للرمي للنفايات التي كانت تكون بجنبات الأنهار وبالتالي كان لدينا العصارة للنفايات المليئة بالمعادن التقيلة كانت تكتبشي للماء كتشرب منها الماشية كيشربوا منها الناس كيسقيوا منها فكترفع مستوى النطرات ومستوى المعادن التي تعدمنا منظمة الصحة العالمية تسبب سرطانات إذن نحن نصدر الأزمة إلى وزارة الصحة ونصدر الأزمة إلى قطاعات أخرى وإلى الأسر ونتقل كاهلها بأمراض يتسبب فيها ما يسمى بالمجرمين البيئيين إذن نتكلمه على مجلس أعلى للماء لكي يباشر تلك القوانين التي تجلس في رفوف الأمن العام للحكومة ولم ترى النور إذن نتكلمه اليوم على التسريع بهذه الأوراش لتقف عملية استنزاف التراوات المائية والتراوات الطبيعية وهي الأكبر ما يملك المغرب من إمكانيات هي الإمكانيات الطبيعية دياله ترشيلها بشكل مستدام لأنها حق لهذا الجيل وإرتل الأجيال القادمة صحيح تتكلمه على المياه الجوفية في الجنوب كانت 100 متر و الآن 300 متر وكتحفظ الآبار وكل عشر أمتار وكتكلمه على عشرين سنة ثلاثين سنة القادمة ديال المياه استنزفت ليه ماشي من حقه أنا كجيل من حق الأجيال القادمة من هذا توازن في استراتيجية المائية تتطلب رؤية متبصرة لليوم صاحب الجلالة كيقود هذا الورش هذا بكل حكمة من أجل تحقيق السيادة المائية للمملكة المغربية لذلك أشرنا قبل قليل وقلنا بأن مقاربة زجرية لا بد منها لأن حتى إن كنا نتحدث عن مياه الأمطار ومياه السدود وننسى ونغفل المياه الجوفية فهذا أمر يعني يؤدي بناء إلى الوقوع في ذات الإشكالية وإن بعد سنوات اليوم فقط ثلاث سنوات متتالي من الجفاف دفعتنا إلى أن يكون لدينا هبة وطنية لكل القطاعات وأيضا عناية ملاكية سامية من أجل الخروج من هذا المأزق في ذات الإطار إن كنا نريد أن نذهب إلى بعد استراتيجي آخر قلنا أن اليوم لدينا حلول تعتمد على التقنيات الحديثة مثلا عبر تحلية مياه البحر وليس بعيد يعني دول الخليج تقريبا تعتمد على هذا المجال كمجال أساسي لتزويدها بالمياه نظرا لغياب المياه العذبة مصر قد تفكر في هذا الأمر بعد ما حدث من نضوب لمياه النيل وأيضا استغلال من دول المنبع بالنسبة لنا اليوم قصادنا فلاحي شيئنا أم أبينا نسب النمو تبنى على القطاع الفلاحي القطاع الفلاحي يحتاج هو الآخر يعني كما تفضل السيمسطفا قلت 15% للاستهلاك الماء الصالح للشرب ما تبقى صناعي فلاحي يعني الأغلبية من الاستهلاك المياه تذهب لقطاعين هامين لدينا تسريع صناعي ولدينا أيضا بحث عن أمن غذائي فكلهما يلتقيان يرتبطان ولا غنى عنهما ولكن في ذات الإطار كثرة الحديث عن مخطط المغرب الأخضر والجيل الأخضر عن تصدير المياه هذه الأمور اليوم ألا تدعي أيضا أو تستدعي التقائية ما بين القطاعات لكي يكون هناك دراسات مشاورات ولكي يكون هناك تقنين لهذا القطاع الذي للأسف بعد أن راكم البعض الثروات من الصعب بمكان أن يتخلى عنها اليوم وفتحها على مجموعة من الأسواق إذن هنا سنعود إلى أن الإرادة السياسية النص القانوني الزجري هو الذي سيكون فعال أما إن تركت الأمور على ما كان عليه الحال في الماضي فأننا لن نغير شيء بالعكس سنستزف المياه الجوفية مجددا وستذهب مياه السقي إلى زراعات تؤدي إلى تراكم الثروات في جيوب أصحابها ولكن لا تؤدي بنا إلى ترشيد في استهلاك هذا المورد الذي يعاني الإجهاد نعتقد بأنه أحسن مقاربة هي التي أتى عليها الأستاذ لما قال بنا علينا أن نجرم هذا الفعل الخاص بهضر مياه السقي أو مياه الشرب بصفات عامة علينا أن نتعامل معها بهذه القوة ونعتبر من يمس بالتوازنات المائية هو مجرم في حق الأمة بأجمعها وعلينا أن نتخذ ضده كل إجراءات الزجرية الضرورية التي قد تنزع عنه كل العمليات المرتبطة بحمايته لن يكون محميا بأي قانون وبأي شكل من الأشكال إذا كان من الناس الذين يمارسون الشطط في مجال استعمال المياه والآن أعتقد أنه هذه الطفرة التي عرفها المغرب منذ سنوات لأنه ما قام به الملك محمد السادس منذ مدة وعندما احتضنا في 2016 القمة العالمية للمناخ كوب فاندو كوب 22 ومد كوب في طنجاي الأخير هذه كلها إشارات على أن الدولة المغربية مستعدة لتلعب أدوار طلائعية في هذا الوقت الذي نعيش فيه الآن لأنه في 2016-2017 سنوات السابقة كانت كلها تهيئ لما نحن بصدده أمة المناخ في الكود ديفوار والرسالة الملكية أيضا للمؤتمرين هناك المغرب اليوم يترافع عن أفريقيا فيما يخص لأنه كما تفضل سيمس طفارا نحن ندفع فاتورة جرم لم نرتكبه كما تقول الهند اليوم مثلا للولايات المتحدة ولروسيا والصين تقول لهم أنتم دول صناعية منذ عشرات السنين اليوم نحن بدأنا نستثمر في القطاع الصناعي وتفرضون علينا أن نكون صديقين للمئة لا يمكن للدول الإفريقية ولا هذه الدول أن تؤدي هذه الفاتورة صراحة يقول لهم أنتم مجرمون لأنكم استعملتم التقنية الفلانية في حين أن هذه الدول كلها دول تعيش في مراحل صعبة صراحة وليست مسؤولة عن ما هو موجود على المستوى المناخي العالمي والأسوأ قادم لأن ارتفاع دراجة حرارة الأرض وإضا ظهرت الاحتباس الحراري اليوم تؤدي بنا إلى ما لا يحمد عقباه فقط سأعطيك المداخلة التي تريد في هذا الإطار ولكن ألا يمكن أن نعتبر بأن في هذه النقمة أو في طياتها نعمة خاصة فيما يخص العدالة المائية على المستوى المجالي هناك عالم قاروي لم يكن يستفد اليوم قد تقرب إليه بعض المشاريع السدود التلية التي تحدثت عنها قبل قليل والتي ربما قد تنعش هذه المناطق لا فلاحيا ولا على مستوى توفير المياه الصالحة للشهر نعم اليوم التفكير بشكل جدي التوازنات الفلاحية أستاذ تكلم على الواحات تكلم على واحد الزراعات معيشية اللي هي أساس الاستيطان للمواطنين منظمة أمم المتحدة للهجرة ربطات سياسة للندر المائية من القراء إلى المدر برقم مخيف جدا سبعين مليون مهاجر في السنوات المقبلة بسبب التصح نعم اليوم الماء يشكل سياسة أمنية إقليمية ستكون كما تكلمنا على تقاطع مياه النيل ما بين مصر والسودان ومصر حروب إقليمية مستقبلية في إشكالية الماء اليوم كانت تكلم على الهجرات التي تسبب اليوم اجتماعات أمنية على المستوى الاتحاد الأوروبي مع المغرب من أجل الحد من هذه المواعدة للهجرة فما كان الخطابات السياسية لصاحب الجلالة خلال هذه 20 سنة كلها تتوجه إلى أن نشتغل على السياسة جنوب جنوب وتطوير إمكانياتنا المشروع الربط الطاقمة بين دول الساحل والمغرب كذلك على مستوى الأمن الغدائي تبادل التقنيات الحصفات مع هذا وحدات انتاجية بسمدة في مجموع من الدول كلها سياسة إرادية وطوعية كما قال صاحب الجلالة في الخطاب ديره في دبي ما ممشيناش مع اتفاقيات قمة باريز كإلزام ولكن اتخذنا الانتقال الطاقي إلى 50% في 2030 بشكل طوعي وهذا ما يؤهل المغرب أن يكون في السنوات المقبلة حياد الكربوني وغيره من الخطوات والمغرب التزم في ذلك في إطار رؤية خاصة واليوم اقتصاده صديق للبيئة والمشاريع الاستراتيجية التي يتم بنائها تكون أيضا هي الأخرى صديقة للبيئة للأسف الوقت تهامنا تحدثت عن أفريقيا وأفريقيا حين نجد الأراضي الصالحة للزراعة ونجد النسبة التي تزرع أمر مهول ومهول جدا وبالتالي ربما هو الذي يفوت على الناس الكثير من فرص تمنح الحياة الكريمة وتؤدي بهم إلى الهجرة في نهاية المطاف شكرا لك سي مصطفى عيسات وأنت الخبير في المناخ شكرا لحضورك معنا شكرا لك دكتور إدريس العيساوي المحلل الاقتصادي شكرا لكما لكل الإضاءة التي قدمتمها بخصوص هذا الملف والذي تطرقنا له من خلال حدث اليوم وهو ترأس جلالة الملك لجلسة خاصة بإشكالية المياه في القصر الملكية بالرباط الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابع لكم أجمل تحية إنما كنتم من الإنخ اشتركوا في القناة